من تنبأ بوصول أعداد المصابين لـ 20 ألف يكشف موعد الوصول للعدد صفر اشتباكات بين الجيشين السوداني والأسيوي بسبب المياه حظر وغلق مداخل ومخارج بقرى فيلم نوفية قرار حكومي يوضح موقف فتح المقاهي بعد العيد مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم من جديد في أعلى نسبة منذ بداية الأزمة بلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد 1127 إصابة و29 حالة وفاة أمس الخميص طبقا للبين الصادر عن وزارة الصحة وبذلك وصل الإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميص 28 مايو هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل ووصل عدد الوفيات إلى 845 حالة وفاة وقبل أيام من بلغ ذلك العدد توقع الدكتور خيرد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصول إلى صفر إصابات في يوليو المقبل وذلك خلال احتفالية افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية بحضور رئيس الجمهورية وتطرق وزير التعليم العالي خلال كلمته بالاحتفالية عن أزمة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن إدارة الأزمة رائما ما تتنبأ على المدى الطويل بأعداد المصابين لدعم المنظومة الصحية في اتخاذ إجراءات فورية والاستعداد بأفضل السيناريوهات طبقا للبيانات الاستشرافية ومن أبرز تصراحات وزير التعليم العالي بشأن انتشار فيروس كورونا فقد صرح قائلا نتوقع أنه يوم 27 مايو أو 28 مايو نصل إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا كما قال أيضا نتوقع أن يكون العدد الأقصى للحالات التي تسجلها مصر من فيروس كورونا من 36 إلى 40 ألف حالة ونتوقع الوصول إلى صفر إصابات بكورونا في مصر بعد منتصف شهر يوليو المقبل أما الخبر التالي فقد أعلنت القوات المسلحة السودانية أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الأسيوبي عند الحدود الشرقية عبر نهر عطبرة ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الأسيوبي أسفرت عن استشهاد ضابط في الجيش وفقدان فرض من قوة تابعة للجيش وجرح آخرين كما توفى سوداني وجرح مدنيون وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن الميليشيات الأسيوبية درجت بإسناد من الجيش الأسيوبي على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية وأضاف الحسن في بيان للقوات المسلحة تلاه مساء الخميز أنه في يوم 26 مايو ألجاري انتشرت قوة تقدر بقوة سرية مشاهل الجيش الإسيوبي حول معسكر قواتنا بالعلاو شرق السودان وبناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقواتنا بالعلاو داخل المعسكر على أن تنسحب السرية الإسيوبية إلى معسكرها وتم سحب القوات إلى المعسكرات من مناطق انتشارها وأوضح أنه وصلت اليوم إلى الضفة الشرقية لنهر عكبرة في مقابل منطقة بركت نورين مجموعة من الميليشيات الإسيوبية غرضهم سحب مياه من النهر واشتبكت معهم قواتنا في منطقة البركة ومنعتهم من أخذ المياه وبعدها تسلسلت الأحداث والاشتباكات الخبر التالي أصدر محافظ المنوفية قرار بفرض حظر التجول الجزئي بقريتي شنتناء الحجر وأم صالح بمركز بركت السابع بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ووفاة بعض المواطنين وألزمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركت السابع برئاسة محمد هنداوي في بيان لها البدء في تطبيق القرار وطالبت الأهالي بالتواجد بمنازلهم وعدم الإختلاط مع غلق مداخل ومخارج القرى ومنع الدخول والخروج من وإلى القرى الأخرى وذلك ضمن إجراءات التراصل والتقصي للفيروس وفقا للإرشادات الصحية وأكد البيان تكسيف أعمال الرش والتعقيم بالشوارع خاصة التي بها حالات إصابة للحد من انتشار الفيروس الخبر الأخير والخاص بموعد فتح المقاهي تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولر رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ومن ضمن الإجراءات التي سيجري تجديدها اعتبارا من السبت والمدة 15 يوما هو عدم فتح المقاهي وبحسب قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية اعتبارا من 30 مايو فإنه سيستمر إغلاق المقاهي والكفاتريات والكفيهات والكزنوهات والملاهي والنواد الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسليه أو الترفيه كما يستمر إغلاق جميع الحرائق العامة والمنتزهات والشواطئ وفي النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ويريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو كنت بشهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس يوصلك اشعار بكل أخبارنا الجديدة أول بأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة